عايزة تكلم عن الكوفر وده هيكون اخر سؤالية بصي بقى يعني انا الكوفر ده اخترته بعناي فائقة اول حاجة اخترت اللون واللون ده كان برضو ليه حكمة تعرف دايرة الالوان اللي هي الـ Color Wheel اللي هو بيبقى كل لون وقصاده اللون التاني انا اخترت اللون الاصفر لان في الـ Color Wheel اصاده اللون البنفسيجي واللون البنفسيجي ده بيرمزه ليه للشخصية النرجسية عارفة ليه؟ زمان كان اللون البنفسيجي ده سبغة البنفسيجية غالية جدا جدا كانوا بيستخرجوها من اللقلق في البحار فكان اللون البنفسيجي ما يقدرش يلبسه غير الملوك والناس اللي هما الاثرياء جدا مع سبغة اليود مع تطور العلم واختراع سبغة اليود بقوا يستخدموها ويزبغوا بيها الملابس بنفسيجي فبقى عامة الشعب يقدروا انهم يلبسوا اللون المنفسيجي لكن اللون البنفسيجي اصبح رمز للنرجسية فانا اخترت اللون الاصفر لانه هو مقابل للون البنفسيجي فانا عايز اقول الضحاية انا في صفك الكتاب ده من يوليكي ازاي كتالوج تتعاملي معي ازاي تقطع علاقة البيئة امتى تعيش معك بيت واحد ازاي من غير ما يبقى يعني فيه حاقة سد انت عاملاه مناعة نفسية ليكي من غير ما اصره السايا يبقى عليكي ولا على ولادك ازاي تمنعي ولادك ان هم يكونوا نرجسيين لو باباهم نرجسي تحافظ عليهم ازاي طب هل النارجسية دي توراثة ولا هي بيئة عملت كده وجعلته نرجسي كل ده موجود في الكتاب واكتر ازاي تحمي ولادك ده كمان دي ده جزئية مهمة جدا لانه احيانا النارجسية دي بيتم ممرستها على الولاد كمان جدا مهمة جدا وفيه تفريقة جامدة ما بين الولادهو بيختار مين يمارس عليه نرجسيته ومين يبقى الطفل المدرل الطفل المدرل ده اللي حينقله اخبار مامته وبايت اخويته الكتاب ده مهمة اوي 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 يا جماعة انا على فكرة جايبالك النسخة دي كده مرسي يا جاسمين نورتيني سعيدة كده بالموضوع